موسيقى زي اللي حصلت بالدارح يمكن كمان نحن نتعرف على الأخبار مع بعض وبعد نرجع نتكلم عنها الشروق صفحة أولى عقارب الثورة تعود إلى 25 يناير الأهرام صفحة أولى نيران الموجهات تحرق مبادرات تهدئة المصر اليوم الهدنة تفشل على الجبهة وحكومة عصام شرف تستقيل الأخبار صفحة 11 تعذيب صحفي بالأخبار في مدرية أمن الجيزة في مدرية أمن الأسكندرية المصر اليوم ألافها تظاهرون في الأسكندرية والسويس للتنديد بمواجهات التحرير والمطالبة بتسليم السلطة ووقف المحاكمات العسكرية الأهرام صفحة واحد 30 شخص أطلقوا النار من فوق الجمعة الأمريكية الشروق صفحة واحد العسكري يصدر قانون العزل على الجثث الشهداء المصر اليوم وآخر خبر معنا نهاردة المعتصمون يكتبون أرقام التليفونات على أزرعهم لتسهيل التعرف عليهم أستاذ أشرف نبدأ مع بعض وأول خبر معينا في الشروق قاربة الثورة تعود لـ 25 يناير أعتقد فعلا أنه الجو العام اللي كلنا حاسينه أن احنا رجعنا نعيش أجواء 25 يناير ونخ وأخشى أنه النهاردة تبقى أجواء 28 يناير لأنه النهاردة هي مليونية الغضب مما حدث خلال الأيام الثلاثة تطبق مع السنور الأديم؟ يعني وكأننا نتعلم من الدروس والحقيقة يعني طبعا هتتحمل المسئولية كاملة عن هذا الموقف المجلس العسكري ووزارة الداخلية بالتباعي نيران المواجهات تحرق مبادرات الهوق التهديئة يعني يعني إيه؟ في أجواء الثورة قبل ما تحرق ولا بعد ما تحرق؟ بالضبط في الأجواء اللي احنا فيها ديّة مبادرات التهديئة لحقيقة بيبقى صعب أنها تنجح لأنه الناس مش محتاجة مبادرات التهديئة الناس محتاجة قرارات في ما يقرب من 25 شهيد لن يهدئ الناس إلا قرارات تقول أنه فيه تمن سياسي يحصل عليه الصوار مقابل دماغ هؤلاء الشهداء يعني أحب أقولك أن السيناريو اللي هم بيعملوا ده هما بيتعاملوا مع الناس على أن هما بلهاء لسبب لأن هما بيعيدوا نفس الحكاية والناس اتعلمت الناس كانت متعلمة من يعني هو ثبت والحقيقة واضح أن هما اللي ما تعلموش يعني القائمين على الأمر سواء كان المجلس العسكري أو الداخلية أو حتى القيادات السياسية اللي هي بتحاول تقفز على المواجهات بفكرة المبادرات واضح أن هما اللي مش فاهمين ترجمة نانسي قنقر